لم يجف بعد حبر اتفاق السويد حتى عادت ميليشيا الحوثي لممارسة هوايتها المفضلة اختطاف المدنيين رغم أن الاتفاق الدولي يقضي بالشروع في إطلاق سراح المعتقلين ما جعل ناشطين حقوقيين يتهمون الحوثي باستغلال الاتفاق الحالي لتوسيع حجم المعتقلين في سجونه الأنباء الواردة من صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي تفيد بحدوث عمليات اعتقال واسعة في صفوف المدنيين وهو ما يعد خرقا متعمدا لبنود اتفاق ستوك هولم والذي بموجبه تعهدت الميليشيا بإطلاق معتقلين لديها مقابل إطلاق آلاف من أسراها لدى الشرعية ليس وحده الاعتقال العشوائي للمدنيين ما يمثل دليلا على الخرق المبكر من قبل الحوثي لاتفاق السويد فقد أحالت ميليشيا الحوثي خمسة وعشرين مختطفا إلى النيابة الجزائية بصنعاء بصورة عاجلة بعد أن قضوا أكثر من سنتين بانتظار الإفراج عنهم كما قامت ميليشيا الحوثي عبر المحكمة الابتدائية الجزائية بصنعاء بإصدار قرار بعقد جلسة محاكمة لثلاثة عشر مختطفا بتهمة مساندة العدوان بالإضافة إلى أن النيابة الجزائية لا تزال مستمرة في إجراءاتها لتحويل ملف عشرة صحفيين للمحاكمة وفق مراقبين فإن استمرار ميليشيا الحوثي في اعتقال المدنيين ومحاكمها في نسج التهم الجاهزة عليهم يأتي كنتيجة لتدليل المجتمع الدولي لهذه الميليشيا عبر اتفاقات غير ملزمة وبدون ضمانات واضحة كاتفاق السويد ترجمة نانسي قنقر